حدريك بتفكر إنك تعمل مسلسل عن دكتور علي إبراهيم اه شو معنى؟ نموذج إزاي المرأة المصرية أمه إزاي تهرب به لأن والده كان عايزه يشتغل في الأرض ايوه فتهرب به تروح اسكندرية وهي فلاحة مصرية بسيطة اللي تجيد القراءة والكتابة إزاي إحساسها بأن التعليم ده حاجة مهمة فتهرب بابنها ده وتروح تعيش في اسكندرية بإسم تاني ومختفية متخفية يعني فالأستاذ محمد جلالي عبلقوي عامل معالجة لهذا العمل يعني ده عمل يعني ياريت فعلا نشوفه لأنه معنى جميل جدا معرفش يعني إحنا قلنا يعزين نعمل ده وبعدين ما عرفش بيتعامل ولا ما حاجة مهم إن إحنا نعمل دراما عن الشخصيات المصرية المؤثرة في التاريخ المصري فعلا عندنا طبعا عندنا كتير قوي يعني هو مثلا وفي ساميرا موسى على سبيل مساء أيوه برضو الفتاة المصرية اللي قدرت توصل تبقى يعني تحط إيدها على حاجات في علوم الظرة أو العلوم الظرية دي بحيث إنه وغيرها عندنا نمازج كتير جدا فده مطلوب ولم يعني يتناولها التليفزيون ولا السينما خالص هم بيقولك لا الناس ما هيحبه يا مين قال لا خسارة فعلا لا ما إحنا أما حصل الاختيار جوز الأول بالتحديد ما الناس أقبلت عليه جدا لأن السخصية مصدقة وسخصية حقيقية والناس تفرجت يعني بجد طبعا الدراما عندنا في مصر عادة بتتركز في شهر رمضان إيه رأيك في هذا التركيز في هذا الشهر؟ لا طبعا يعني إيه زي بيقولك كتر الحاجات دي ضايع بعضها يعني ماشي مش حكاية مهبوق كله والسبب الأعلانات فإحنا يابد أن الإعلانات تتبعنا مش إحنا نتبعها يعني عايز أقول حاجة مساء الوسائقية قويش قناة متخصة ما فيهش إعلانات بقعد أتفرج واستمتع وأنا رأي شخصي أنها لا تقل عن قنوات الوسائقية الأخرى وعلى فكرة يعني الجمهور كله في العالم كله بيهتم بيه الوسائقيات جدا طبعا يعني أنا حقيقة من القنوات اللي أنا بتبعها ويعملها مستوى كويس جدا والحمد لله مكتبة ماسبيرو طبعا فيها حاجات عظيمة جدا بتوفدها لا إن شاء الله يعني يا ريت يعني حاجة بتكلم عن شيء مهم جدا مهمنا كلنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر